اختتمت يوم أمس منافسات مرحلة الإياب من دور كرة السلة الأردني الممتاز بلقاء جمع الوحدات بالجليل وانتهى بفوز كبير للوحدات بنتيجة 108 نقاط مقابل 63 نقطة وتصدر الأرثوديكسي جدول الترتيب مع نهاية المرحلة الأولى برصيد 19 نقطة يليه الوحدات ثانيا برصيد 17 نقطة متقدما بإفضلية فارق المواجهات المباشرة عن فريق الأهلي في محتلة الجبيهة المركز الرابع برصيد 13 نقطة متقدما عن كفريوبا بإفضلية فارق المواجهات المباشرة بين الفريقين تغلب المنتخب الياباني على نظيره السعودي بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الثانية من الدور الثالث الحاسم من التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وبهذه الهزيمة فرط المنتخب السعودي بحسم تأهله مبكرا إلى مونديال قطر حيث ما زال بحاجة لفوز واحد لحتى لضمان التأهل ورغم الخسارة حافظ الأخضر السعودي على صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة من ثماني مباريات وبات يحتاج إلى ثلاث نقاط من مبارتيه المتبقيتين أمام الصين وأستراليا ليتأهل رسميا بينما رفعت اليابان رصيدها إلى ثمانية عشرة نقطة في المركز الثاني وفي مباراة أخرى ضمن التصفيات الأسيوية حسم التعادل الإجابي بهدف مثله اللقاء الذي جمع المنتخب اللبناني بنظيره العراقي ضمن حسابات المجموعة الأولى وبهذا التعادل أصبح رصيد المنتخب اللبناني ست نقاط ليستقر في المركز الرابع بينما رفع المنتخب العراقي رصيده إلى خمس نقاط في المرتبة الخامسة في أمريكا الجنوبية يستقبل منتخب البرازيل فجر غد نظيره الباراكوياني ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من تصفيات كأس العالم وكان المنتخب البرازيلي أول من ضمن تأهله لكأس العالم من قارة أمريكا الجنوبية حيث يملك في رصيده ستا وثلاثين نقطة بعد فوزه في إحدى عشرة مباراة وتعادله في ثلاثة لقاءات أما الباراكوي فيسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل التمسك في حضوظه حيث يقع منتخب الباراكوي في المرتبة التاسعة برصيد ثلاثة عشرة نقطة على بعد ست نقاط من صاحب المركز الخامس منتخب الأوركوي أعلى نادي منشستر ستي الإنجليزي عن تمديد عقد لاعبه البرتغالي جواو كانسلو حتى عام 2027 ويعتبر كانسلو أحد الركائز الأساسية في كتيبة المدرب الإسباني بيب كورديولا منذ انتقاله إلى صفوف الفريق عام 2019 قادما من يوفنتوس الإيطالي حيث خض معه 106 مباريات وعبر كانسلو عن سعادته بتجديد عقده مؤكدا أنه سيحاول تقديم أفضل ما لديه لخدمة الفريق في الاستحقاقات المقبلة أكدت تقارير صحفية نجاح نادي برشلونة في إتمام صفقة المهاجم القابوني الدولي بير أمريك أوباميانغ نجم أرسنل وبروسيا دورتموند في السابق وقال الصحفي الموثوق في أخبار الانتقالات فبريديو رومانو أن الصفقة تمت والعقد تم الاتفاق عليه بعد اجتياز الاختبار الطبي وأكد تقرير نشرته صحيفة سبورت أن العقد المبرم بين برشلونة والنجم القابوني سيمتد لمدة عام ونصف ويذكر أن التعاقد مع مهاجم كان أولوية برشلونة خلال أمريكاتو الشتوي وذلك لتدعيم قدرات الفريق في الدور الإسباني خاصة بعد إعلان النجم الأرجنتيني المخضرم سيرجيو أغويرو اعتزاله كرة القدم